اقوللك يا صاحب احسدني المرة دي بقى يا عم يعني انت لك عندك اعمى اعمى 200 جنيه وربنا هتدوم لك يا عم في ايه مش كده صاحب انت عارف اللي مبينى يعني يا عم انت كل مرة تقول لي كده ما تدينيش حاجة لو ربنا هتدوم لك المرة دي بس اقول لك حاجة ما دم انت تلطتون بقى نوعود مع بعضنا ونتحزبه نشوفه من اللي ليه فلوس ومن اللي عليه فلوس ايشت يا صاحبي يا عم ايشت ماشي كنا خارجين الاسبوع اللي فات مع بعضينا وانا معدينا عالسينما شابات تخشي السينما قلت لك يا عم ملنيش مزاج قلت لك يا عم ماشي عم خش قلت لك والله نستلم محفظها في البيت قلت لك يا عم مشكلة تمام؟ دفعت لك 80 جنيه ده سكارة يا عم العفونا اللي انت بتتكلم ديت مش معقولة صح ببقى يا عم انا معفن يا عم يا ما كان معي فلوس يا عم دلات انا معيش فلوس فانت طلبت ان اتحاسب كلها اتحاسب يا عم واشوف اللي لي و اللي علي 80 جنيه من 200 يبان انت لك 120 جنيه تمام؟ افتكرك حاجة ثانية يا عم احنا بعدها رحنا ععدنا طلعنا ععدنا على القهوة شربنا خباتين قهوة دفعتنا 25 جنيه تمام يا صاحبي؟ عم صح انا عرف اللي اطلبت معكم عفانا بس يا عم ماشي 25 جنيه يعني انت 12 ونص وما 12 ونص يا عم يعني اقول انت 20 جنيه يا عم مش هنتكلم ونفكر حاجات المعفانة ده صاحبي يا عم عشان برضو احسب برضو وقعرف الحزبة ماشي ازاي 120 جنيه يعني انت ديك 100 جنيه صح؟ اقول لك يا صاحبي كنا برضو ايه معدين بعدها عدين على محل شبطت وعجبك تشيرت جامد جدا وقلت بس تشيرت ده حكاية دخلت است وعملت وقلعت وست وعملت فرهت الرجل معنا في الاخر فجيت وطلت له ايو ده الناس المعفزة ومعنيش فلوس نفس الحركات بتاعتك بتاعت كل مرة يا عم انا وقتام كانتش معي فلوس يا عم انا هتحق عليك يعني انا منيش دعو يا عم انا منيش دعو لتلك يا عم خلاص يا عم انا هسلفك وتديني الفلوس تمام؟ روح طلت لك خد يا عم كمم 80 جنيه 8 تشيرت يا عم يعني انت فكر كنا 80 جنيه يعني دفعتها دفعتها 80 جنيه 8 تشيرت تمام اتبقى فيها كمم 20 جنيه 20 جنيه ده تفتجر اه اهلا غلط ركبت معي دفعت لك موسيطة 8 جنيه وانت قيل لي اصلا انت نزل محفظة في البيت فصحب ده اقول يا عم عشرة جنيه احب عليك يا عم كم عشرة جنيه اشتاب الليب اعرف ان بقى تتكلمني في عشرة جنيه والكلام دوت يعني انت كده صحب ما لكش عندي حاجة يشتر صحبي يشتر